دلوقتي خلينا نسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء وزميلة تليند عبداللطيف شكرا مستطفى أتسعب بتوقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسح حرصة مصر على دعم إنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بهدف تلبية تطلعات المشروع للشعوب الإفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها وخلال استقباله رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفريقى والذين يتواجدون في مصر المشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية أكد الرئيس السيسي أن الدولة طالما كانت خريصة على دعم استقلال القضاء بما فيها القضاء الإداري وتعزيز دوره ومكانته إيمانا منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية واقعية في جميع مناحي الحياة في مصر وخلال استقبله رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط قال رئيس السيسي أن الإخوة المساحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي بأسره وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رؤساء الكنائس أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرف بلقاء رئيس السيسي هذا وقد استعرض رئيس السيسي ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة فضلا عن مشروع إحياء ما صار العائلة المقدسة وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحي المصري أكد النائب العام المستشار حماد الصوي حرص نيابة العامة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات ذات الصلة مع نيابة العامة الأرمينية وخلال استقباليه نظيره الأرميني والوفد المرافق له رحب النائب العام بزيارتهم لمصر وبتوطيد علاقات نيابتين ومن جانبه أعرب النائب العام الأرمينية عن شكره لدعوة النائب العام المصري مؤكدا له حرصه على تبادل الخبرات مع نيابة العامة المصرية وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة التفاهم فيما بين النيابتين لتقوية وتطوير العلاقات في الأمور ذات المصلحة المتبادلة بينهما أبلغ وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينك النظيره اليمني أنه من المهم ضمان حرية الحركة في المناطق المتنازع عليها في اليمن في ظل آمال بأن الهدنة التي تم التوصل لها بوساطة الأمم المتحدة قد تؤدي إلى سلام دائم في البلاد وفي بيان الخارجية الأمريكية شدد بلينك على وجه الخصوص على أهمية ضمان حرية الحركة للأفراد والسلع عبر المناطق المتنازع عليها مثل مدينة تعز حضت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت الطبقة السياسية العراقية على الخروج من المأزق الذي تمر بهم مؤسسات البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر محذرة من مخاطر حصول اضطرابات شعبية وفي تصريحات صخفية عقب جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول العراق قالت المسؤولة الأممية أنها دائما ما تسعى لرؤية الجانب الإيجابي من الأمور موضحة أنه حان الوقت لإحداث تغيير والارتقاء القادة السياسيين العراقيين إلى مستوى أعلى تقدمت فنلندا والسويد رسبيا بشكل مشترك بطلب انضمام للنيتو للحصول على عضوية الحلف واستقبل أمين عام حلف النيتو سفيري فنلندا والسويد بمقر الحلف ببريكسل وأكد أمين عام النيتو أن كل الحلفاء يوافقون على توسيع الحلف وكان الفنلمان الفنلندي قد منح الضوء الأخضر لبلاده اذ صوت لصالح الانضمام إلى الحلف الأطلنطي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال البلدين طلباء الانضمام في وقت متزامن إلى مقر الحلف في بريكسل نهاية مجزة التسانة والاستقمال باقي فقرات صباح خيرية مصر بعد الفاصل